في ذات الصياق أطلقت وزارة الزراعة قافلة من المنافذ المتنقلة تشمل 21 سيارة إلى محافظتي الفيوم والقليوبية محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواج من إنتاج مزارع الوزارة وبأسعار مخفضة للمواطنين وتمتلك الوزارة 171 منفذا ثابتا على مستوى محافظات الجمهورية يتم من خلالها ضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة تنفيذا للتوجهات الرئاسية مبادرات مستمرة للتخفيف عن كاهل المواطنين ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% وخصوصا مع حلول شهر رمضان الكريم مبادرة خير مزارعنا الأهلين وهي المعنية بتوفير جميع السلع الغذائية والمنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار تنافسية تقل عن مسئلاتها في الأسواق الأخرى وذلك من خلال 171 منفذ ثابت منتشر على مستوى الجمهورية يوفر المواد الغذائية والمنتجات الغذائية للمواطنين خلال طوال العام وخلال الشهر الكريم إن شاء الله التعليمات واضحة جدا وصريحة في هذه المبادرة إن يتم طرح كل المنتجات ومشاركة جميع القطاعات والوحدات الانتجية في الوزارة في هذه المبادرة وتكون الأسعار فيها قيمة التكلفة فقط يعني هي تكلفة الانتاج فقط دون وضع أيها مشربة مبادرات توفير السلاع تتضمن منافذ ثابتة تصل عددها إلى 171 و21 سيارة متحركة لتجوب المحافظات بالخضروات واللحم والدواجن ومنتجات أخرى متنوعة معنا فلفل ومعنا طماطم ومعنا توم ومعنا بصل ونبيع أسعار برضو كويسة الحمد لله تمام يعني نحن دورنا نحن شغالين بالعربية دعمتنا بها وزارة الزراعة وشغالين بها بأسعار مرخافظة تبع الجمعيات ونتواجد في كل القرى تبع وزارة الزراعة إجراءات سريعة وحاسمة تخذتها الدولة وأجهزتها المختلفة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير السلاع وضبط الأسواق للتسير على المواطنيين في شراء احتياجاتهم مع قرب حلول الشهر الكريم كريم بيبرس التلفزيون المصري